تتحدث بصوتها المجروح عن ظروف معاناتها جراء الدمار الذي ألحقته الميليشيا بمنزلها والحرب الذي جالت طويلا بقرية خبزة بالبيضاء البيضاء المحافظة المحاصرة بالميليشيا والفقر والتغييب ترتفع فيها أصوات نداء إغاثية حيث دعا اتلاف الإغاثة في المحافظة الحكومة اليمنية والمنظمات الإغاثية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المتضررين بعد ترد الأوضاع الإنسانية بيان الإغاثة يقول إن أكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة تقيم في ظروف بالغة السوء خصوصا في فصل الشتاء فيما تعاني أكثر من أربعين ألف أسرة من نقص الغذاء جرائم الميليشيا التي تنوعت بين تدمير المنازل والتهجير والاختطاف لم تترك جريمة إلا وقامت بها ضد أبناء هذه المحافظة وفي الآوينة الأخيرة تبدو الحالة الصحية في المحافظة بحسب بيان الإغاثة مخيفة بعد انتشار وباء الكوليرا ووفاة عشرة أشخاص بسبب ذلك كما أن مرضى الفشل الكلوي لا يجدون الأدوية الكافية لعلاجهم بعد إغلاق مركز الكل الوحيد في المحافظة تتوالى الدعوات للحكومة للاهتمام بهذه المحافظة وتحريرها ودعمها إغاثيا فهل ستجد هذه المحافظة المنسية آذانا تصغي لجراح أبنائها وأوجاعهم اشتركوا في القناة